في خضم إجراءات العزل والإغلاق التي طالت مليارات البشر حول العالم سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا أخذت وسائل التواصل الاجتماعي مكانة جديدة بقدر إسهامها في تخفيف وطأة أزمة التواصل المباشر بين البشر لكنها مكانة صاحبها اختبار قوي لمصداقية هذه الوسائل يقال إن آفة الأخبار رواتها وناقلها لذا فالواقع يؤكد أن رواد وسائل التواصل الاجتماعية تحملون جانبا كبيرا من مسؤولية الخلل في المصداقية بدءا بنشرهم أخبارا مختلقة وشائعات حول فيروس كورونا وطرق علاجه والوقاية منه وصولا إلى بف حالة من الهلع في النفوس القلقة أصلا حالة الهلع هذه أدت في بعض الأحيان والمناطق إلى ذعر جماعي وسلوك غير مرغوب ربما تمثلت أبرز مظاهره في مشهد الأرفف الفارغة نتيجة التكالب على الشراء المؤن ربما لهذه الأسباب بدت السلطات في عدة دول مهتمة بمحاربة مروجي الشائعات والأخبار الزائفة خلال الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأمام هذا الواقع اتخذت مواقع التواصل الاجتماعي خطوات لمواجهة انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا فقد تلجأ في بعض الأحيان إلى إزالة حسابات أشخاص ينشرون معلومات خاطئة أو إزالة ما ينشرونه كما أصدرت شركات بينها فيسبوك وجوجل وتويتر ويوتيوب بياناً قالت فيه إنها تعمل بشكل وثيق لتعزيز جهود مكافحة المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا وأضافت أنها تساعد الناس على البقاء على اتصال خلال فترات العزل الفاتي لكن هذا الوجه المظلم ربما يقابله آخر مضيء فأمام هذه السلبيات شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جهوداً إيجابية كبيرة في مجالات مثل التعليم عن بعد وبالتوازي اتجه عدد من المشاهير إلى تقديم النصائح عبر منشورات ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة في التحديات التي تزيد من وعي الأشخاص بوسائل الحفاظ على الصحة والتكاتف في مواجهة الأزمة الفاتحة والتعليم الفاتحة والتعليم الفاتحة والتعليم